اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باقي الفرق في عدد المباريات النهاردة كان فيه لقاءات في الجولة 11 كان فيه مواجهة بيتروجيت امام الرجاء الرجاء حقق اول فوز مع الكابتن عماد النحاس على فريق بيتروجيت القوي مع الكابتن محمد يوسف بن بارك للكابتن عماد النحاس والاثنين من ولاد النادي الاهلي وحاجة مباشرة جدا دائما نبقى فرحانين ان وجود ابناء النادي الاهلي اللي بيعملوا في العمل التدريبي بيكون لهم دور وبصمات مع فرقهم وهم يستحقوا الصراحة فلازم نقول للكابتن عماد النحاس الف مروق على هذا الفوز وبداية صراحة رجاء في اخر المباريات كان يؤدي باداء جيد ولكن كان لم يحالفه التوفيق ايضا كان فيه لقاء واحد مفاجآت الدوري العام دور المصري دايما فيه المفاجآت والنصر يتفوق على طلع الجيش على ارضه بتلت اهداف مقابل هدف وده كان من ابرز نتائج الدوري حتى الان والنصر بحق مفاجآة كبيرة جدا خاصة ان الرجاء والنصر الاخير وقبل الاخير انتفض في هذا الاسبوع في الاسبوع الحدي عشر ودخلوا في المنافسة وكل منهم حصد ثلاث نقاط مهمة جدا تستكمل لقاءات الجولة اليوم بزمالك ومصر المقصة اللي حتنطلق فيه تمام اللتامنة في توقيت القاهرة بإذن الله مواجهة هتكون ليست سهلة على كل الفريقين فريق مصر المقصة مع الكابتن عماد سليمان ابتدى يستعيد توازنه مرة تانية ابتدت اداء وابتدى يبقى فيه نتائج في المواجهات الله السابقة نفس الشيء بالنسبة لنادي الزمالك اللي ماشي حتى الان بخطة ليس لا بأس بها في مسابقة الدوري العام نخش بقى على اخبار النادي الاهلي اخبار نادينا العظيم وكادت حسان البدري بيضم 22 لاعب لقايمته في لقاء المصري كادت حسان البدري اعلن القائمة وجاءت كالتالي محمد الا شناوي في حراس المرمى احمد عادل ورمضان مصطفى خط الدفاع احمد فتحي سعد الدين سمير ايمن اشرف محمد نجيب وصبي الرحيل ومحمد هاني وخط الوسط حسام عشور عمرو السلية اكرم توفيق عبدالله السعيد وليد سليمان مؤمن زكريا احمد الشيخ جونيور اجاييه وباكا الجنوب افريقي وفي خط الهجوم احمد ياسر ريان الصعد الواعد ووليد ازارو الهدف المغربي والهدف الكبير عماد متعب واللعب اسلام محارب دول ابرز ما جاء في قائمة الكابتن حسام البدري في قائمته اللي ضمها لمواجهة المصري البورسعيدي لزي ما قلت لحضراتكو جاية في الاسبوع الهداشر والنادي الاهلي حتى الان في المركز الرابع برسيد 16 نقطة ولكن من 6 مباريات كانت حسام البدري كان عقد محاضرة فنية اخيرة للعيبة قبل تناول وجبة العشاء اليوم ويبرس فيها طريقة اللعب وطريقة اداء فريق المصري البورسعيدي كابتن حسام البدري دائما وابدا بنقول لحضراتكو انه من المديرين الفنيين اللي بيحبوا يعملوا محاضرات كتير وده شيء جيد لان الكرة الحديثة وتطور فيه كرة القدم انك تشرح لعبتك كل احداث المباراة سين ريهات المباراة المباراة بتدار فيه 90 دقيقة وما فيش حاجة بس عشان فيه كلمة دايما بتتقال قص الشوت الاولاني شوت اللاعيبة والشوت التاني شوت المدربين ده كلام ملوش علاقة بالواقع وخاطئ تماما لان المدير الفني هو اللي بيدير الخطة اللي هتلعب بها اول 45 دقيقة ثم بما بينه الشوتين مهما كانت النتيجة بيبقى له تدخل فيه الايجابيات والسلبيات حتى وانت فائز ما فيش فرقة في العالم حتى ويا فائز ما عندها السلبيات بيخش يبتدي يتكلم فيها لو في حالة سلبية فيه النتيجة بيبتدي يغير من مجرات الامور ويبدخل تدخلاته الفنية على مدار 90 دقيقة وعشان كده اسمه مدير فني عشان بس الكلمة الخطأة اللي للأسف بنسمعها بنسمعها من ناس كتير داخل الوسط غير رجل الشارع العادي ولكن لاجب ان يصل الى هؤلاء ان المدير الفني بيدير المباراة على مدار 90 دقيقة مش فقط في الشوت التاني كات حسان البدري واخد هذا النموذج من المدربين الكبار في الكرة الاوروبية وده حصل تطور التدريب بيحصل فيه تطور كل حقبة غير الحقبة اللي قبلها الان في اوروبا كل عشر سنوات بتتغير ملعمة كرة القدم فببلك انت دلوقتي في 2017 وبتقود سفينة النادي الاهلي نادي القرن اكبر نادي على مستوى القارة الافريقية مش بس على السعيد المحلي فلازم تواكب التطوير ولازم تواكب التطور في كرة القدم والشرح اللي حضراتكو بتشوفوه واللي بنقله حضراتكو فيه التمرين وبتلاقوه فيه المباريات هو ده اللي بيعمله الجهاز الفني الكامل في جهاز الفني النادي الاهلي بالقرن الكابتن حسان البدري والكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معاوض الكابتن طارق سليمان كابتن سيد عب حفيز وباقي الجهاز باكمله حتى الاخصائيين الأحمال البدنية كابتن أنيس الشعلالي كابتن عب العيلة دكتور هاني اخصائي التغذية الدكتور خالد محمود وكل أعضاء الجهاز الفني لأن كل هذه الأمور تحسب للجهاز بالكامل وعشان كده كابتن حسان البدري يتقال عليه المدير الفني أو أي من يدير فنيا أي نادي من الأندية بيتقال عليه أنه يدير كل هذه المنظومة اللي بقولها لحضراتكو هرجع تاني على موضوع المحاضرات الكابتن حسان البدري بيشرح دائما وأبدا وحتى بيبقى قبل اللقاء بيبقى فيه محاضرات كتير جدا عشان يشرح كل الجوانب الفنية بالنسبة للعبته عشان اللعب ما منزلش المباراة وبيتفاجأ بحاجة قد تحصل ممكن تربك الأمور ولكن لعبت النادي الأهلي على أعلى مستوى كلهم لعبها دوليين وكلهم بيؤدوا في أفضل الأمور خلينا نقول أن كابتن حسان البدري تلعب بتصريح مهم جدا وبيبرز قدقيه النادي الأهلي واستراتيجيته في إدارة كرة القدم في السنوات الماضية على أعلى مستوى خاصة في الفترة الماضية ومع التعقدات لأن كابتن حسان البدري قال أن البودلاء سبب مهم جدا في انتصارات النادي الأهلي الأخيرة وقال أن البودلاء في الفريق ظهروا بشكل جيد خلال المباراة الأخيرة موضح أنه أولئي اللعبين كانوا عند حصن ظنه وأضاف أن الفريق واجه ظروف صعبة خلال الفترة الماضية بعد غياب عدد من العناصر الأساسية على سبيل المثال علي معلول حسام عشور رمي ربيع محمد نجيب ولكن البودلاء قدموا مستويات كبيرة واستطاعوا على تعويض الأمور وشدد أن المباراة الأخيرة شهدت مشاركة أكثر من لعب بديل زي محمد الشناوي صابر رحيل أيمن أشرف باكا الجنوب أفريكي أحمد حمدي وكلهم ظهروا بمستويات رائعة وكانوا سبب مهم جدا في الانتصارات التي تحققت وده بيبرز أن أنت لما بتيجي تعمل استراتيجية على المدار البعيد المدار البعيد أنت بتلعب النادي الأهلي بلعب فيه بطول الدوري عام بلعب في بطول كأس مصر بلعب فيه كأس السوبر دي بطولة من البطولات المهمة زي الدوري أبطال أفريقيا الأربع بطولات اللي أنت بتنفس بهم محتاج كل عنصر من عناصر القائمة مهما كان عددها محتاج كل عنصر أنك كمان النادي الأهلي في هذه الفترة بلعب اللقاء كل أربعة أيام وزي ما قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا يعني اللي بيشوف حتى تمرية النادي الأهلي بيبقى موضوع الريكوفري أو موضوع الاستشفى بيبقى مهم جدا عشان ما يبقاش فيه توالي الإصابات وبرضو هتكلم مع ديوف الكبار هينضم لي ديوفنا الكبار كبات النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن شريف عبد المنعم كابتن سامير كامونح سنستفيد مع حضراتكم فيه موضوع الاستشفى والهابلتيشن والبريهابلتيشن وديه التطور الموجود في كرة القدم الآن وديه أبرز الأمور اللي هتلقوها في يعني في ألمانيا هتلقوها في أسبانيا هم متصدرين المشهد في الكرة العالمية سواء على مستوى المنتخبات أو على صعيد الأندية والناس ديات ما بتتصدرش بالحظ ولكن بالعلم والتطوير في كرة القدم خلينا نقول أنه كمان كان فيه سيبقى فيه تمرينة قوية جدا للعيبة اللي لم تنضم لقائمة النادي الأهلي اليوم فيه تحت إشراف الدكتور طارق عبد العزيز خصائي التأهيل وشارك فيه هذا العمران شريف إكرامي علي معلول أحمد حمودي وصالح جمعة وباسم علي وعمر بركات ورامي ربيع ومروان محسن دول اللي شاركوا فيه تميران اليوم أيضا يشام محمد دكتور خالد محمود قال أنه يحتاج إلى ثلاث أسابيع حتى يعود مرة تانية فيه التدريبات الجماعية حظه وحش صراحة هشام لسه رجع من إصابة وبينزل بيحاول يثبت ذاته بيحاول ياخد كده على إحساس المباراة ولكن ربنا يشفي ويعفي وهي الكرة كده في كل الأوقات بيبقى فيه محطات صعبة عشان تبين شخصية اللعب شخصية اللعب بتبان في الإصابة والعودة منها شخصية اللعب بتبان حينما تكون مستبعد وتبتدي تكون حابب أن أنت تقاتل على مكانك داخل التشكيلة الأساسية داخل نادي كبير زي النادي الأهلي مليء بالنجوم برضو الوجود في تشكيلة النادي الأهلي تختلف عن أي فريق آخر في الفرق الأخرى ممكن تلاقي لعيبة بتأدي بمستويات وتنضم المنتخب مصر ولكن لما هي بتنضم المنتخب مصر ما بتظهرش ولما تنضم إلى نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي اللي كل المستويات اللي فيها على أعلى مستوى فيه مش بس فيه المستوى المحلي في مصر ولكن على الصعيد الإقليمي والأفريقي بيبتدي الفوارق تبان فمش كل لعب ينضم أو هو متقلق ده معنا أنه هو جاهز الانضبام النادي الأهلي لأن النادي الأهلي غير أن أنت لازم تكون متفوق على المستوى الفني لازم يكون عندك تفوق وميزة فيه المستوى الأخلاقي أيضا فيه مستوى الشخصية لأن شخصية اللعب هي اللي بتصنع الكثير ولدينا العديد والعديد من النماذج اللي شخصيتها هي اللي دفعتها أنها تتقلق وتأتي بالبطولات النهاردة رامي ربيعة دخل فيه تدريبات للجيم لتغلب على ألام الحود دكتور خالد محمود قال أن رامي ربيعة بيتدرب في الجيم تدريجيا من 8 ل 10 أيام قبل انضمام إلى التدريبات الجماعية وأضاف أن الجهاز الطبي بيكسف علاجات الجلسات علاج طبيعي كتير لرامي ربيعة عشان يبتدي يدخل فيه أجواء التمرينات الجماعية وموضوع ألام الحود وعلى فكرة أعزو أقوله حركه ألام الحود بيبقى فيها التهابات ومع دخول الساعة بيبقى الموضوع صعب للغاية فلازم يكون فيه علاج طبيعي مكسف زي ما الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بيبتدي يتكلم في هذا الأمر أيضا خبر آخر ومهم جدا للكابتن ساد عبد الحفيز وتصريح مهم أنه بيحذر أي لعب داخل قوام الفريق الأول للنادي الأهلي أنه يشترك بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية اللي إن شاء الله هتكون يوم الثلاثين يوم الثلاثين ويوم الخميس المقبل فيه تحذير شديد اللهجة من الكابتن ساد عبد الحفيز من أي لعبين من المشاركة بأي شكل في السباق الانتخابي وأكد أن فريق الكرة على مدار تاريخه دائما وأبدا بعيدا عن الانتخابات ودي من أهم مميزات النادي الأهلي على فكرة على مدار التاريخ ومع عشر سنة من الإنجازات لم تأتي بالحظات أهلي تسعة وتسعين النهاردة فاز على الرجاء وتصدر بطولة الجمهورية ودي حاجة شيء يحسب أن دلوقتي ابتدت بصمات قطاع والتطوير اللي دخل داخل هيكلة قطاع النشئين دخلت بشكل مهم جدا عايزين نقول مبروك لأهلي تسعة وتسعين وعندنا خمس فرق على فكرة في قطاع النشئين دلوقتي أصبحت تتصدر المشهد في بطولات النشئين وده عنصر مهم لأن أي نادي قوي يجب أن يكون عنده قاعدة نشئين قوية لأنه دي هي القاعدة الأساسية اللي أنت بتبني عليها كل شيء وحد لحضراتكم أمثلة كتير جدا نادي الأهلي كان النادي الوحيد داخل القرى المصرية بأكملها القوام الرئيسي عنده لو عديته ممكن تلاقي أكتر من 12 لعيب من أبناء نشئين النادي الأهلي وده بتفرق كتير جدا ياريتوا يقولوني كده عندنا زمالي في الأعداد عندنا شريف إكرامي رمي ربيع محمد الشناوي حسين السيد سعد سمير حسام عشور عيشان محمد على فكرة مؤمن زكريا من أبناء النادي الأهلي أيضا اللاعب مروان محصن من أبناء النادي الأهلي من نشئين النادي الأهلي عماد متعب ونجوم كتير جدا داخل الفريق من إسلام محارب كان من نشئين النادي الأهلي الحاجات دي بتفرق كتير جدا لأنه لما تتربى فيه قطاع نشئين في النادي الأهلي وتعرف المبادئ والقيم ونفس الشيء إنك تبقى عندك شخصية لعب النادي الأهلي اللي دايما عليك ضغوط إنك لازم تكسب ولازم تفوز ولكن في نفس الوقت بيبقى لها قوام رئيسي مهمة جدا يجب أن تتبعه لأنها دي اللي بتفرق في البطولات هي دي اللي بتفرق في القوام الرئيسي للفريق إنك زي تجمع الفرقة زي تلمها زي تتخطى محطات صعبة مهمة جدا هتقابلها في حياتك لأن الكرة دايما فيها مكسب وخسارة ولكن شخصية اللعب هي اللي بتدفعه دائما وأبدا على الاستمرار خلينا نعمل جياني أمفنتينو المدير طبعا رئيس الاتحاد دولي لكرة القدم الفيفا طلع النهاردة بانتريفيو تم مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الفيفا طلع التحدث فيها على العديد من الأمور ممكن نطلع نشوفه وأرجع مع حضراتكم أبرد ما جاء في هذه التصرحات جياني أمفنتينو الرئيس الاتحاد الدوري لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر